أخط الفاصل بأن أنا بخاف قوي على أولادي وأن أنا ما يحسوش أنه هم يعني مخنوقين زي ما بيقولوك أشكرك يعني فهميكي جدا بصي فكرة أنه أنا يعني دايما أحترمه احترام الطفل في كل الأوقات وفي نفس الوقت حبيبي أنا بقوله أنا أنا خايفة عليك أنا قلقان عليك بوضح له مشاعري بوضح له خوفي وقلقي عليك وفكرة بقى أن أنا شوية يعني بنركز في حتة المهارات كتير أمهات بتبقى خايفة على أولادها قوي في أنهم يعملوا بعض الأمور خوفا عليهم خصوصا الأمهات مش الأباء يعني تحسين ربنا بيكمل الأب والأم الأب عنده جرأة شوية الأم بتبقى مرعوبة جدا على أولادها فأنا دايما بقول ندي مهارة نشوف هو تدرب على دا ولا لا تدرب مثلا ينزل لوحد ولا لا تدرب يجيب حاجة من تحت الواحد ولا لا فكرة التدريب كلما بدرب على حاجة وبتأكد أنه قادر يتدرب عليها بشكل صحيح خلاص أديله الثقة أنه هي قادر يعملها فهمني ونقطة كمان مهمة في حتة الثقة أنه مهم أن أنا أحب إبني حاجة اسمها حب غير مشروط كثير بنحب أولادنا بس وهم حلوين يعني أنا بحبك وإنت سلوكك كويس أنا بحبك وإنت لصيف أنا بحبك وإنت ناجح أنا بحبك طول الوقت أشكرك أنا بحبك طول الوقت ممكن أكون مش بحب السلوك الغلط أنا وإنت مع بعض ضد السلوك الغلط لكن أنا مش ضدك أنا إيدي في إيدك كده لحد ما نشوف السلوك ده نشتغل عليه إزاي يعني الكلمة بتفرق لما أقوله أنت غلط أو التصرف اللي أنت عملته ده اللي غلط أشكرك بالضبط تفرق جدا أصلا لما أقوله أنت غلط بديك صورة ذاتية عن نفسك طب ما هو اللي عمل التصرف بالضبط تمام لازم أفرق بقى خلي طفلي يفرق ما بين كيانه ما بين شخصيته وما بين سلوكه